السلام عليكم بنت تتبعين زوين اللي لغاني دي الوصفة حانان كدير اللي بس عليكم هاني لكلش مزيان مرحبا بكم معي في قناتي وقناتكم اللي هي وصفة حانان كلش مزيان صحيحكم لا بس الحمد لله اليوم اللي بناتجي تقدم واحد الكيك دي تيجي رولي وتيجي زوين وبمقادر سهلة ودرت لي واحد الكريمة يعني ديك شي بسيط ورائع وفي المصل الوقت يعني اقتصادي بقوما يتشوفوا المقادر وطريقة تحذير بقوما يملول حتى الاخر يا الله بسم الله على بركة الله ندوزوا لطريقة التحذير والمقادر اشنو ادنا فاد الكيك يا بسم الله على بركة الله ادنا هنا انا بدا تنصور هنا فوق الطبلة البنات اصور توق الكوزينة صور تغير فوق الطبلة ندوزوا بسم الله ادنا هنا رباط البيضات حجم متوسط اربعة درجة الغرفة ادنا كاز الحليب كاز ساندة وهو كاز العرب ديال الساندة اللي بغا يزيد يزيد عندي نس كازي الزيت انا ما تنديرش فاز زيت ولكين غان دير فاز زيت الاحساب البنات المفتدئين باش تاوما تنجح معاهم المهم نس كازي الزيت عندي هنا هيك تهزلي جوج كيسا تل كاسونس ديال دقيقنا انا برماكم ان شاء الله بإذن الله عندي واحد صاشي ديال فاني تقدر تنسمو بأي انكها بغيتو وعندي جوج خمالات من وسط مليا كرام مع قبصة ديال الملحة صفاته من مقادر لدنا وندوزو لطريقة تحدي بسم الله وبركاته الله هنهرسو البيض ديالنا هو الول اللي بخرجينو متلاجة من قبل يعني تنعرفو الجو بارد حسنا نخرجو البيض ديالنا صافي غنضيفو هنا يا اربعة ديال البيضات من بعد غنضيف اليهم آآ الثاندة والصاشي ديال فاني وغادي نطلع الكل بالخلاط الكهربائي او تقدروا تديرو الطراب او الخلاط ديال العاصر المهم بخدكم تطلعو البيض مزيان مزيان المهم انا غنطلع البيض مع السكار لحسب الصداع ديال اه اه تطرب وغرجان شاء الله بإذن الله باش نوريكم اللي غنطلعوهم ان شاء الله هنتموا معي ها هوا ما البيضات من بعد ما طلعت البيض والثاني ده وصاشي ديال فاني غنزيد عليهم الزيت اربعة كاس زيت زيت هنزيد غرب شوية بشوية حتى يتخلط لي الجنس وليه مزيان وبعد زيت الحليب ومن بعد زيت هنا يا دقيق الكاس اللوول وزيت نصر كاس تاني ها هو ومن بعد غنزيد عليهم جوش صاشي ديال الخمالات صافي غدي نخلط لكل مزيان ويلخصني غدي نزيد انا هنا يا راه زيت لي الجوش كيسان ديال التقيق مهم حتى عندي ربيض شوية كبير ان شو ما الى درتو ثلاثة تلبيضات ولا ربعة تلبيضات حجم صغير راه غدي زيت لكم قل صافي هنا زيت لي الجوش كيسان ديال التقيق صافي خلط من الفوق اللي تحت باش ما نطيح لبيض اللي طلات صافي دابا غدي اهو القاوم ديال على الشكلادة هتكون تبغي شوية تكون سائلة ما جي بحل كيك العادي أربنات صافي هنا غنجي واحدة سينية اللي دهنت لها الوراق ديال الزبدة ودهنتها شوية بالزبدة من الجناب باش تجيني الكيك ديالي مذهب كان خوفها الخالد ديالي وكان سرهم زيان وكان دخلو الفران اللي من قوسها آفية متكون مهيلة ويبن اسمها الفران ديالكاز الفران ديالتطورة تقدر تشعروا لعمل فوقه من التحت صافي كان دخلوها الآفية شوية ما تكونش مجهده وما تكونش مهيلة صافي كان دخلوها كانت تحسوا بها طابت ومن بعد حتى نخرجوها بالفران من بعد هنا انا اختيت الكريم شونتي ها هو اختيت غير شوية ما اختيت شبزة حتى ما باش نقوي الكريمة وما اختيت اربع ديال صاشي ما نسكة الزهل الحليب بارد وغالي نطلقهم بزيان بزيان حتى يطلعوني ايا الى شكل هادا صافي ان بعد ما اطلقت لي الكريمة ديالي وليت الى شكل هادا نحطها دبله في تلاجة وغامشي نشوف الكيك ديالي فين وصل ليه ها نشوف ما معي مهم انا اختيتها في تلاجة حتى عندي المطبخ الحرارة الحرارة ما تنطيف فيه يعني عندي سخون دغايات الدبلية الحاجة صافي الكيك هاي من بعد ما اخرجتها الصراحة البناس انا اخلي تنسيتها شوية فران يعني هزت لها الطياب شوفوا كماتة جيلة تشكلها دا غروا الوادابة وغالي نخليها حتى تبرد المهم حاولوا ما تقدش لكم قل من خمسة دقيق صافي ان بعد ما بردلين الكيك ديالنا كنجيبو الكريمة نشوف لبناس انا هناريت هرست ليا شوي ما كتليكم راني زدت لها الطياب نشو ما ما تخلواش الطيب كتر من القياس باش ما تنشوفش لكم صافي ان غا نحاول نزول الجوانب ديالها اللي قاسحين صافي ان ارزوت لاجنب غا نديرها نامرها دبابة الكريمة شوفوا راندي الحرارة لغير كريمة نحطها وتدو بليا صافي هذا ما كان البنات المهم كيكا ما تخلوهاش كتر من خبصة دقيق في الفران راها انا قويت فصراحة انا نسيتها يعني نسيتها في الفران هاد شي لاش مهمنا را تقتع لي مشاريها الفلاش ديال التليفون صافي كان حاول ندهلها الوجه ديالها مزيان مزيان ومعد كنبدن روليها وكان بدنزول هادك القاعد غير شوية شوية حتى وتيعونا في الرولاج فصراحة على تشكل كما تشوفوا صافي من بعد ما روليتها كاملة هنجيب واحدة تبصيل ديالها نحطها فيه وانتما معي صافي هاي بعد ما زولتها واحدة تبصيل غادي ندهلها الوجه ديالها بالكريمة بزدلا شوية شوية شوكولات غادي نحاول ديالها من هكا شوية مهم اه تدينتها يفقي اختياري تقدرو يعني الدهنها بالمربا ودهنه لالبسط ديالها بالمربا وهد او الفوق ديالها بالمربا وددلو الى اللوت افلي ولا المهم اللي بغيتو اه صافي انا عن استمر على تشكلها دا حتى نكمل الكريمة اللي عندي ان نطوق لالوجه ديالها كامل ومن بعد غادي نجيب واحد فرشيطة وغادي نحاول ندير لها خطوط في الجوانب مهم يما تان كل ديال خسياري كل واحد واشنو شيش بوغين تان بغن بدلو المظهر شوية وتان بغن بدلو شكل هاد شي لاش صافي غنحاول نعمرها بالكريمة مزيان 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 مهمية حتى بتقوو او بتخلو انا هنا را قويت صافي عنا اخذ هذا الفرشيط لتكليكم غادي نديلها خطوط يعني شكلها شوائي هنحاول نديلها جوج هنا وجوج هنا من الفوق انا حبيت ما نديرش لها يعني فرشيطة عنا نخليها عنزينها بشوية الكريمة باقي 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 عندي عفون صافي عندي لها واحد تزيني اني لبسيطة البنات شو مرة عارفيني يعني متل ما بايش نساق بالوصفة ومتل ما بايش ندي اشي حاجة اللي تكون صعيبة صافي الى تشكل هادا تجي يعني ديكور ديكورة شوية وشكل مبدل صافي تنقتنا واحد جي بدرت فيه الكريمة هنحاول نزوقها هنا شوية الكريمة من الفوق صافي كما تتشوفوا المهم تقدروا تزيدوا الكريمة وتقدر تنقصوا المهم اختياركم ومهنا درتك الشي بسيط ونرجو هكا بسيط وصافي يعني ما بايش نصعب صافي من بعد ما زيتها وانا قدب هنا شوية الفيرميسين وارشوها من الفوق صافي هاي ارشد الى شوية الفيرميسين جات الى تشكل هادا يعني غطيت لها ديكورة اللون القوي يعني زيت لها شوية شكلات اسود الفيرميسين اسود هاي تجي الى تشكل هادا وبصحة ورايحة نتمنى تعجبكم يا ربي اشياء هنا غلق تلكم واحد طريف بتشوفوه كيم ما تتشوفو راجات زوينة ورائية ما زال ما برداش هي خصني خليها ما زال تبرد عند خلت اللاجة تبرد ما زال اذا غن تناولوها صافي رام قال الحرارة اللي بنات راداة بتليه الكريمة يعني خصني حطها في تلاجة حتى تشد راسا شوفوا القوام ديالا كيف تيجي 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 الى تشكل هذا يعني تتجي رائعة بصحة تكون وراح تكون باشي يكون فيها وخزي تلاج طياب وراكل جات وراع البنات بصحة تكون وراح تكون ونتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم يا ربي وبحل ما اذا جربتو هون الاعجاب ديالكم ما تبخلوش اريا بليجيم وبليلايك وبلكم ونطير الزوينين ديالكم اللي تين وضوني صور وتشجعوني وشكرا لكم بزاف بزاف واي وحدة دخلات وكتبت ليكم ونطير وخلات من وقتها لكل اختي شكرا لك بزاف بزاف ربي حفظك لي وإلى فيديو قادم إن شاء الله بحول الله مع السلامة دمتو في رعاية الله البنات ومن ساش ندعيه الطفل الطفل المسكين رايان اللي يفرج عليه واللي يطلقوا من هذه الحفرة بخير وإلى خير يا ربي ربي في في اقرب الوقت يا ربي امين اطلقوا فرصكم الى فيديو قادم إن شاء الله بحول الله مع السلامة دمتو في رعاية الله السلام عليكم البنات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة